العيد السنة دي من أسعد الأعياد ده مش مطلع أغنية ولا حاجة وإنما دي حقيقة أنا بقولها جميل أوي أن يجي لك رسائل تهنئة بالعيد من حبيبي ومتابعين المسلمين بحكم الديانة المشتركة وبحكم التأثير من الكلام اللي ربنا بيضعه واللي أنا مليش أصلا أي سبيل فيه وإنما ده فعل الله سبحانه وتعالى لكن الأجمل لما تجي لك تهنئة بالعيد وإصرار على إن حد يوصلك وهو مش من أبناء دينك زي ما حضراتكم شايفين دي رسالة مينة من المينيا اللي كان عايز يوصلي بكل طريق علشان يقول لي كل سنة وانت طيب علشان يقول لي في فويس بصوته أنت من المؤثرين في حياتي علشان يقول لي شكرا أنا عايز أقول لك كل سنة وانت طيب وعايز أقول أي تسعيد عليك أكيد مينة اللي ربطوا بيا بعد كلام ربنا وبعد الكلام الطيب اللي بيخرج من بؤنا بفعل الله سبحانه وتعالى هو القول الحسن أكيد مينة لما مال لنا وسمع لنا علشان إحنا التزمنا دينا التزمنا أسس دينا التزمنا أخلقنا لنسب بحد ولا نعيب بحد ولا نسف من حد إنما التزمنا قول ربنا سبحانه وتعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن التزمنا قول ربنا سبحانه وتعالى وقولوا للناس حسن وعلشان كده لما بقولك إن مينة مال لنا فاخد بالك إن مينة مال لنا بعيد عن الديانة وهو ده اللي بنقوله كل مرة جارك أو صديقك الغير مسلم أنت مش ملزم بكرهه زي ما بيصوروا لك ومش معنى إن انت تحبه ويبقى أنت خلفت دينك وتجيب للولاء والبراء أبدا لأن في حاجة اسمها المعاملة في حاجة اسمها المعايشة بعيد خالص عن الديانة وعن الولاء والبراء وياردتنا نفهم ياردتنا نفهم إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج للصحابة قبل سيدنا عكرمة لما أسلم علشان ينهاهم عن سب أبي لهب عشان ينهاهم عن سب أبي جهل في حضرة إكرمة فإن السب يؤذي الحي ولا يلحق بالميت ياردتنا نفهم إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مرضيش إن سيدنا عبد الله يقتل أبو رأس المنافقين ياردتنا نفهم إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خلع جبته بكمل إرادته لما طلبها سيدنا عبد الله علشان يكفل فيها رأس المنافقين وهو عارف إن هي لن تغني عنه من الله شيئة إنما أراد النبي يكبر خاطر ولده ياردتنا نفهم إن النبي صلى الله عليه وسلم استأمن على سر الهجرة اللي هو أخطر سر في الإسلام وعلى حياته وعلى مستقبل الدين كله عبد الله بن قريكة اللي كان على غير دين النبي صلى الله عليه وسلم ياردتنا نفهم أمور كتيرة جدا يجب أن نتوقف عندها علشان لما بنفهم ديننا صح بنكون دعاء لديننا صح وبما إني بأتكلم على مينا فأنا النهاردة جاني سؤال جميل قوي من ميرنا ميرنا بالمناسبة مش مسلمة وعيشة في ستندرية وطلبت مني ما ننشرش رسالتها ولا ننشرش اسمها كامل لكن أبحت لي بالاسم والمحافظة بس اسمها بس وبالمناسبة قالت لي هو ده اسم مستعار مش اسم حقيقي ميرنا بعتالي بعد رسالة الترحيب والحب اللي بعتها لي بتقول لي أنا مش قادرة أنسى لك كلمة وانت بتقول دقيقوا في ألفاظ القرآن وانت بتقرؤوا ومش عايزة أقول لك أنا حبيت القرآن قديه علشان بسمعه بصوتك طبعا ده فضل من ربنا لكن الجمال إن ميرنا بتقول لي أنا بقرأ القرآن في رمضان وبعدين وقفت عند كلمتين في القرآن محتاج تفسرهم لي ومحتاج توضحهم لي بأسلوبك البسيط الجميل لو سمحت ربنا في القرآن بيقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي خلاص كده ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول ثم أتم الصيام إلى الليل وبيقول ولتكمل العدة فليه يا شيخ محمد ربنا ما قالشي اليوم أتممت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي وليه ربنا ما قالشي ثم أكمله الصيام إلى الليل وقال أتمه شوفوا الجمال وشوفوا العظمة طبعا أتحدى إذا كان السؤال ده ورد على عقول كتير من المسلمين مع إنهم بيقروا القرآن لكن الحمد لله رب العالمين إن ربنا نفع بينا حتى لو حد مش مسلم وأمنا في الله في ميرنا وفي مينا إن ربنا يهديهم عن قريب ويوفقهم للي في الخير شوف يا ست الكل علشان أفهمك وعلشان أفهم كل إخوتنا اللي بيتابعونا والحمد لله ومن اللحظة دي أنا هاتم جدا بالأسلوب علشان يوصل للمسلم والغير المسلم إن شاء رب العالمين إحنا عندنا فرق بين الإكمال والإتمام يعني إيه الكلام دوت يعني ربنا سبحانه وتعالى لما يقول أكملت معناه إن ربنا سبحانه وتعالى أنهى على مراحل زمنية بينها فوصل ولما يقول أتممت يعني الأمر ما زال مستمر ولا يتقيد بزمن ولا ينقطع أبدا وعلشان كده يا ست ميرنا ربنا سبحانه وتعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم طيب يعني إيه؟ يعني نزل القرآن ونزل تشريع النبي صلى الله عليه وسلم على مراحل كتير جدا على فواصل زمنية كتير جدا القرآن نزل فوق 23 سنة وظل يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكتر من 23 سنة أو في أكتر من 21 سنة عند بعض الأراء كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يا ميرنا ما قالش كل حاجة مرة واحدة إنما كان وفق الأحداث الزمنية اللي كان بينها فواصل زمنية وعلشان كده ربنا استخدم في الدين أكملته ليه؟ لأن في زمن والزمن ده في فواصل لما نيجي نوصل للنعمة فربنا سبحانه وتعالى بيقول وأتممت عليكم نعمتي ليه؟ لأن نعمة ربنا سبحانه وتعالى هتكون مستديمة نعمة ربنا هتفضل مكملة معانا عمرها ما تنقطع عننا مهما كان فسقنا ومهما كانت معصيتنا ومهما كان كفرنا ومهما كان جهودنا عارفين ليه؟ لأن ربنا هو المنعم دائم الإنعام والإحسان مهما كانت مننا الإساءة فالله سبحانه وتعالى عرف بالإحسان فالدين نزل على ما يقرب من 23 سنة خلاص كده لكن النعمة باقية ولم تنقطع إلى وقتنا هذا ولم تنقطع وعلشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما قال ولي تكملوا العدة ركزوا ولي تكملوا العدة فقال علشان إحنا قدامنا على اللي هو خلي بالك بقى لازم نجيب الآية ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ قابليها علشان بنتكلم عن الصيام فعدت من أيام أخر وبعد ما قال كده ولي تكملوا العدة ولي تكبروا الله على ما هداكم لأنه عندك فرصة 11 شهر يا منا فواصل زمنية بعيدة جدا نقدر نجيب فيها اللي فاتنا من الصيام فعشان كده استخدم لفظه ولي تكمله طيب لما قال ثم أتم الصيام إلى الليل فلأن الصيام جزء كامل مفهوش فواصل زمنية من الفجر الصادق إلى غروب الشمس فعلشان كده مفهوش فواصل زمنية تاني وتالت ياريت نعيش مع كل ألفاظ القرآن واستنى أسئلتكم الجميلة اللي يمكن مرنة فتحت الباب على مصرعيه لكل اللي عايز يبعد سؤال عن بقية ألفاظ القرآن وبالمناسبة مفيش لفظ في القرآن تلاقيه متكرر والمعنى هو المعنى أبدا لأن ده يبقى عبس لأن التكرار عند العرب بغير فائدة عبس والعبس على الله محال وكل ما أدى إلى المحال فهو محال حقا ما أروع كتاب الله سبحانه وتعالى إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن له لمثمر وإن أسفله لمغضك وإنه يعلو ولا يؤلى عليه وما هذا بقول بشر وصدق الله إذ يقول إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون دمتم في أمان الله طائعين